موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يامة الريح دار حالة في الشمال وفي الجنوب في الشمال البحار ملي مونطي وفي الجنوب هزا وبيع الرملية وكانت الأمطار الحمد لله في عدة أماكن كانت ما وشكش قوية قوية بصح أمطار الله يبارك نحن نشوفوا الحال كيفاش راح يكون صباحة هذه التولتاء إن شاء الله اللي بكروا يبقى تقسم غيم على الشرق البلاد وأيضا الولايات الوسطى مع احتمال بعض القطارات بينما غير البلاد ارتفاع في الضغط الجوبي هو اللي يسمح باش هم من السماء تكون صافية وكذلك على الجنوب الكابير هذه مع صبح يمكن شوفوا الوضعية كيفاش تأليفوا لي خلال الظاهرة إن شاء الله خلال الظاهرة مع الضغط اللي يرتفع هو اللي يسمح باش الحال يكون شباب نقدر نقوله ألموا أضمن مناطق تها بلدنا واشينا على الشمال تعبر عليها بعد السوح وبدون فعالية لكل حال والجنوب الكابير اسمها صافية والدنيا هانيا أي نجوزوا لدارس الحرارة اللي ننتظرها صباحة الثلاثة اللي يبكروا اللي عندنا من طريق برد من جهة الهضاء بالعورية خاصة شرقية ووسطى وأيضا الغربية وين الحرارة تكون حوالي درجة صفر إلى درجة واحدة فوق صفر خلية من نقدر نقوله من سوق هراس حتى التلمسان مورورا بالبليدة وعين دفلة وأيضا ميلة هنا الحرارة تكون ما بين زوج إلى أربع درجات عشر على العاصمة تسعة بعنبا تناشة على السحراء الوسطى كمعين صالح تيميمون المنيعة أدرى رقان أولف 13 بمنطقة غارج بيلة وحاسي مونير 8 فقط على منطقة جانت أما على غردية 8 درجات كذلك و 18 على عينق الزام 17 في بي بي أم بورج باجي مختار نجزوا لدرجة الحرارة خلال الظاهرة مع اسمي شالي تكون إن شاء الله الحرارة تتعرف إرتفاع شوية على غرب البلاد وين تلحق في بني صفحة 22 درجة و 20 و 20 و 20 و هرن حتى أرزو مستغانم مرسط بن مهيدي 20 بتي بازابو مردس الجزائي العاصمة بجاية كذلك 18 في جينجلسكيك داعنا باو الطرف 21 بغردية وورغلا 26 بي جانت 24 و 25 على الصحر الوسطى وكذلك على الجنوب الغربي كمنطقة باتين دوف وغرج بيلات 30 على أقصى الجنوب والهضة بالعليا بين 14 و 15 درجة كل من باركة باتنا خنشلة تبسة ستيف بورج باري الهيج العلمة منطقة الجلفة عين وسارة قصر شلالة وحاسي بحباح البيض نعمة مشرية عين السفرة هنا كذلك 11-14 درجة مئة وينجزوا للملحة والصيد البحري البحارة عموما على الصواحل الجزائرية يكون بازال بهول على الصواحل الشرقية مع تموجة لأنها قوة الرياح تقضي تلحكة 40 كيلومة الساعة بينما على الصواحل الغربية ما بين 20-30 كيلومة الساعة كذلك شوية تموجة والاتجاه تعريح على الشرق يكون شمالي غربي ومعني دوري والشمالي شرقي على السواحل الوسطى وشرقي تماما على السواحل الغربية الرؤية تكون هايلا من 4 إلى 8 أميال بحرية وكالعادة نختم دائما هذا النشر الجوية بالمعلومات الفلكية لتهم العاصمة وضوحية لدى التولة 13 فبراير 2024 أنا أبقى لغا نقول لكم ربيد ومقصلكم دائما مع برامج الشروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر